موسيقى 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 دخلت على موقع يبيع مسترجعات من أمازون و إي بي و مواقع ثانية و يستخدم الموقع نظام المزايدة يعني ليقفأ أكثر يكسبها و أنا على الموقع لقيت حد بيبيع صناديق فيها مسترجعات من أمازون فدخلت في المعركة أنا و شخص ثاني موسيقى 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 لكن في النهاية كتبتها و دفعت 515 دولار وبعد شحن الانتظار وصلتني الأشياء مرش كيف حدخل هذا كله البيت فاللي حتسوي في فيديو اليوم هو أنه نشوف إيش داخل البوكسات هذه ولو تنصب علي ولا لا هذا هو اللي حتسوي في فيديو اليوم خلونا نبدأ الفيديو دقيقة دقيقة قم نواصل الفيديو حب أحكي لكم عن المنتج الجديد من بلفت Give Me Brow Plus Volumizing Pencil قلم الحواجب الجديد يعطيكم حواجب كثيفة و طبيعية المظهر متوفر في 12 درجة و يعد على الحواجب لمدة 12 ساعة Give Me Brow Pencil متوفر حاليا في سفورا حسب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف خلونا نواصل الفيديو نعم في حشرة ميتة أنا جاهزة خلونا نشوف إيش هنلاقي في البوكس الأول أوو تقين اوه انا حب اعمل الفيديوهات هذه لان و seemingly لان دي ما احس journalist انه ماعدي اي فكرة ايش داخل الصندوق انا نفسك باقل اعلم لو الآلا الع Now Learning ogene اوه 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 مش عارفة مشو اوه لدينا أحجار هنا نظارات على ما أظن لو أنا مش غلطانة واللي فهمتم من البوكس هو أنه داخل الأحجار هذا كريستال فالمفروض اللي نسويه الآن هو أنه نكسر الكريستال لا نكسر 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 الحجار عشان نشوف الكريستال مش متأكدة لو الأحجار هذي طبيعية أو البوكس هذا اللعبة خلونا نجرب نكسر أكبر واحدة بسم الله واو سبحان الله جميل إيش رأيكم قايز الأحجار هذي طبيعية ولا مصنوعة في المختبر اللي بعد قايز مش عافةش أسوي بالأشياء هذي أبيعها أخليها مكتوب عليه 49 دولار و 99 سنت يعني تقريبا 50 دولار واو آه عرف هذا علمضون ينحط بره أو داخل في البيب وينتفخ ويكون كبير ويضوي كمان مش عافة لو كل الأشياء داخل لأنه أحيانا المنتجات أو الأشياء اللي رجعوها الناس تكون ناقصة خلونا نجلبها مووووووووووو شبير شبير كنت متوقع إنه يكون مقطوع أو مايشتغلش لأنه ليش واحد هيرجعه بس من جدح اللي بعدنا تاي داي هنا حدنا التاي داي اللي يستخدم عشان نعمل تصاميم والوان على التيشرتات شنط جاكت اي شي اغلبية الاشياء اللي في البوكسات كلها العام مثلا هذا احجار من ناسا مفروض نكسرها فلقيتنا اثنين اوه اعطونا ستيكرز من ناسا اوكي سو الحجرة هذي فاضية اوه في شي هايز الحجرة هذي من القمر ما اعلمش اش كل صوت الحجرة هذي بس اره صلي عشت خايق جاسة انحت عشان احصل على هذي الحجرة بس هو مفروض يكون من ناسا قد يكون حجرة من القمر بلوتو اتوقع انها حاجة مهمة ايش ذا ايش ذا ايش ذا ايش ذا كل التكسير هذا عشان ذا ايش ذا اخيرا بعد اربع احجار فاضية لقينا كائن فضائي ذا هذا اصغر باكس اوه عندنا اشياء مختلفة في طلاق اظافر بخاق بلتر للشعر كريم صابون صمخ، مقص، أقلام، ودفتر اللي بعده كاز مش عافة كان بوكسات فتحتي للآن على الموضوع احنا في رقام 6 أو 5 شيبس اوكي مش منتهي بننهة الذرة والفلفل ريحته حلوة ها فام حل عطيه التسعة من عشرة اللي بعده عندنا أكلام شموع على مدون الأشياء هذي هي الأشياء اللي بترجع لأمازون بدون البوكس فأحيانا لو ضيعتوا البوكس وكذا لسه ممكن ترجعوا لأمازون المنتج شمعة مستخدمة اللي بعده مايكروسكوب عندنا هنا أربعة مايكروسكوب اوكي عندنا هنا الزجاج أي حاجة انتم حابين تشوفوها تحت المايكروسكوب تحطوها على قطعة الزجاجة هذه وبعدين ممكن تشوفوها على المايكروسكوب عطوني هنا عينة مش عارفة من إيش حل اللي بعده يلا الآن ملاقيتش أي حاجة أنا شخصيا ممكن أستخدمها شنطة رقم واحد شنطة رقم اثنين شنطة رقم ثلاثة شنطة رقم أربعة شنطة رقم خمسة شنطة رقم ستة اللي هو ممكن بالضبط تعرفوا زمان كنت أعمل فيديوهات أعمل فيها لوحة وأقعد أسفل الألوان واشياء كذا هذا تقريبا نفس الشي بس يجي على اللعبة وفيها كل الأدوات اللي نحتاجها عشان نعمل لوحة حلوة على الفكرة قايز لو حابين تاخذوا أي حاجة من الأشياء اللي شوفتوها اليوم ارسلوا لي الإسالة على الإنستغرام ولو ما تبرعت فيهم حاطيكم إياه لأنه عندي كثير من نفس الشي O key 3 hours later طارا و هنا عندنا قبل عالوحة في العالم ڋ ڋ !!!! شكل مستغنم مش عاقة لو كل الادوات موجودة ولا لا بس خلونا نجربها شايفين الشوكولاتة في شوكولاتة هنا وايس كريم هنا فمش نظيف اللي بهمته هو ان المتجهات هذا المفروض يخلط الايس كريم مع اي حاجة انتو تحبوها مثل M&M's Skittles ايشي بحط ايس كريم طل الصراحة اختلاف فاشل معهم حقي يرجعوه فحين عندنا اخر بوكس واكبر بوكس فايت هذا الشاشة كمبيوتر مش عارفة لو يشتغلوا ولا لا لانه زي ما قلت لكم الاشياء هذي اشياء الناس بيرجعوها فيمكن ما بتشتغلش واو كامر سامسونج ثلاثة أربعة طبعا لازم اجربهم واشوف لو يشتغلوا ولا لا اوكي قايز كده وصلنا لنهاية الفيديو بتمنينكم اعجبكم الفيديو لو اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة شكرا كثير على المتابعات في ساو